اهلا بكم مشاهدي ومتابع اليوم السابع في كل مكان في جولة اغبارية جديدة من برى الحدود نبدأ مع حضراتكم من الصومال حيث اكدت وسائل اعلام صومالية ارتفاع عدد قتل الهجوم على فندق بالعاصمة الصومالية مكدشيو الى 20 شخص على الاقل وسقوط 40 جريح اخرين حيث استهدف مسلحين من حركة الشباب الفندق بصيرتين مفخاختين واقتحم المسلحون الفندق وهم اطلقون اعيرة نارية وقنابل بالاضافة كمان اعلنت رئاسة مجلس الشعب الصومالي تأجيل جلسة كان من المقرر عفضها اليوم وذلك لدواع امنية وقت قرار التأجيل في ظل استمرار الاشتباكات داخل فندق الحياة بين القوات الامنية والمسلحين وقال مسؤول امني ان القوات الامنية نجحت في تحييد الارهابيين الى داخل غرفة في مبنى الفندق ودعى كمان رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري الشعب والحكومة في بلادي للعمل على التصدي واستقصال العناصر الارهابية معربا عن تعاذيه لأسر ضحايا الهجوم الارهابي على الفندق يعتبر فندق الحياة في الصومال جهة مفضلة بالنسبة لعضاء البرلمان والمسؤولين في الحكومة الصومالية ومن الصومال الى الهند هاجم الاف من النمل سكان سبع كرة في ولاية تامل نادو جنوبي الهند وهو ما اسموه بغزو النمل المجنون وقالوا ايضا ان هذه الحشرات تهاجم ماشيتهم وتؤثر على المحاصيل الزرعية بحسب الاتحاد الدولي للطبيعة فان النمل المجنون يصنف ضمن اخطر انواع المخلوقات وده لان النمل لا يعد ولا يلدغ بل يرش حمد الفورمايك والذي يمكن ان يسبب تفاعلات ضارة للغاية وبحسب وسائل اعلام بيروتانية فان هذا النمل يوجد في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية ويتحرك هذا النمل بصورة عشوية جدا غير منصقة وتتحول حركاته الى شكل متوتر خاصة اذا تم اذعاجه ويقول دكتور بورناوي بايديا المتخصص في علم الحشرات ان هذه المخلوقات انتهازية وليس لديها اي اغزية مفضلة بل انها تأكل اي شيء وكل شيء كما انها تتغزى على انواع اخرى من النمل وعلى النحل وايضا الدبابير ومن الهند الى ليبيا تمر علينا اليوم ذكرى ميلاد شيخ المجاهدين عمر المختار والذي قاد حركة المقاومة والجهات ضد الايطاليين خلال احتلالهم لليبيا عام 1911 حيث عد المختار من ابرز القادة والشخصيات في ليبيا والوطن العربي الذين جاهدوا في سبيل تحرير بلدهم من الاستعمار الاوروبي خلال القرن العشرين ولد عمر المختار في 20 اغسطس عام 1862 في قرية في بركة شركية ليبيا وتوفي والده في سن صغير وتعلم القرآن الكريم ودرس الفقه والحديث والتفسير واللغة العربية سافر شيخ المجاهدين ايضا لسنوات في السودان ولقب عمر المختار خلال السفر في السودان باسد الصحراء كمان شارك عمر المختار ايضا في قتال الفرنسيين في المناطق الجنوبية بالسودان اضافة الى قتال الفرنسيين عندما بدأ استعمارهم لتشاد عام 1900 وفي عام 1902 عاد عمر المختار مجددا الى ليبيا وفي كمان عام 1911 اعلنت ايطاليا الحرب على الدولة العثمانية ودخلت قواتها الاراضي الليبية واعلنت روما ان ليبيا مستعمرة ايطالية ومنذ ذلك الوقت قاد المختار صاحب الثلاثة وخمسين عام وقتها المقاومة الليبية ضد الايطاليين لنحو عشرين عام واوقع خسائر فادحة بصفوف الايطاليين ومن اشهر ما قاله شيخ المجاهدين لقادة الاحتلال الايطالي حينما طلبوه بالاستسلام والكف عن مقاومتهم قال نحن لن نستسلم اما ننتصر او نموت وفي 11 سبتمبر 1931 تمكن الايطاليون من اسر عمر المختار بعد معركة قتل فيها حصانه وتحطمت نظارته وحكم على المختار بالاعدام شنقن وتم اعدامه في 16 سبتمبر عام 1931 ومن ليبيا الى بريطانيا كشف استصلاع لشبكة سكاي نيوز البريطانية ان وزيرة الخارجية البريطانية ليست توريس هي الاقرب للفوز بصباق ضعامة حزب المحافظين امام منافسها وزير الخزانة السابق رشي سوناك حيث تقدمت وزيرة الخارجية بفارق 32 نقطة على منافسها رشي سوناك واظهر استطلاع يوجف ان 66% من اعضاء الحزب سيصوتون لصالح توريس بينما يدعم 34% فقط سوناك ولازلنا مع حضراتكم من بريطانيا فاذا عد كلب رجل فهذا ليس خبر وانما اذا عد رجل كلب فهذا هو الخبر وهذا الامر تحقق بالفعل في بريطانيا حيث حكم القضاء البريطاني على رجل يدعى ماثيو بولتر بالسجن 8 اشهر بعد ان قام بعض كلبه بوليسي خلال مقاومته للاعتقال وكانت الشرطة البريطانية بتحاول اعتقال ماثيو بعد اعتداءه على 3 اشخاص الا ان هو قوم رجال الشرطة ولجأت الشرطة الى ارسال الكلب البوليسي ويدعى ذاندر للمساعدة في القبض عليه الا انه امسك بالكلب وعده في رأسه ودي تعتبر في بريطانيا جريمة ويطلق عليها التسبب في معاناة غير ضرورية لحيوان الاليف وبالتالي حكم على المتهم بالسجن لمدة 8 اشهر لان الاعتداء على كلاب الشرطة كأنه اعتداء بالزبط على فرض من افراد الشرطة في بريطانيا بكده وصلنا لنهاء جولة الاغبارية اشكر حضراتكم شكرا جزيلا كان معكم محمد جمال وإلى اللقاء في جولة اغبارية جديدة من برى الحدود